أكدت مصادر عسكرية في الضالع من اقتراب القوات المشتركة من تحرير سلسلة جبال العود والحشا وجبل ناصا الاستراتيجي في شمال وشمال غرب محافظة الضالع والتي تخوض مواجهات عنيفة في تلك المناطق مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وذكرت المصادر أن المواجهات تزامنت مع تحليق للطهارات المسيرة الحوثية في سماء تلك المناطق وبشكل مكثف فيما حققت القوات المشتركة تقدما في تلك المناطق وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في العتادي والأرواح وكانت القوات المشتركة أفشلت محاولة تسلل الميليشيا الانقلابية باتجاه مواقعها في جبهة حجر بتار على مشارف معسكر الجب الاستراتيجي وشنت هجوما معاكسا باتجاه مناطق العود والحشا وناصا التي باتت قريبة من التحرير